الجزار طلع مانا انا جيت السلام عليكم اخوتي و اخوتيتي و اشراكم امي ريق ورجعت لكم بفيديو جديد فكرة جديدة طبعا يا اساطير اليوم عدنا مقطع اسطوري عندي زمان ما اجبت حساب يعني يكون ضعيف واشحم فيه جواهر اقويل حساب اليوم اجبت حساب واحد من اصدقاء يا شباب بيلعب فريفير يعني من زمان لكن ولا مرة شحم في اللعبة ولا مرة شحمت اللو انا في اللعبة رايش حلو في حسابه يا اساطير ونحاول انه نغير له حساب ونحط فيه اكوات ونحط فيه كل شي اوكي طبعا يا اساطير المقطع رح يكون جدا حماسي لهيك لا تنسوا حطوا لايك واشتركوا بالقناة تعالوا للبث المباشر الاساطير قاعد اسوير ومات على اكوات وجوار وانتو تعرفوا كيف والمهم خليكم مع المقطع لست جو اوكي شباب اول شي رح نسوي هو سوف نخرج من هذا الحساب الغبي وندخل الى الحساب الذي سوف نعمل عليه هالمقطع تشل دخول قبل ما انتو شايفين الحساب كانت فيه واحد جوهرة بمعنى الكريمة اوكي شحنت فيه خمسة الاف جوهرة انظرنا انه هاد الخمسة الاف جوهرة رح تكفينا يعني مشت انه فيه كثير كثير احداث في اللعبة لو كشت فيه كثير كثير احداث كنت شحنت اكثر اول شي اول شي وهو اهم شي يا عزيزي اهم شي هو الحساب حطيت فيه اكوات اوكي رح تدخل هون الى الرسائل يا حبيبي طبعا يا شباب هاده هي الاكوات الجديدة اللي ارسلتها لي شركة فريفاير كود تبع هاده الرقصة كود تبع الشوذغان The skin of zombie الاسطوري يا شباب زائد هاده الكتاب يا شباب كتاب الابادة قري يعطي كثير سكنات اسطورية انا قاعد اسويره وما اوزع هاده الاكوات على المتابعين لهيك اي انسان يحب يفوز رح تلقى ربط البث المباشر في صندوق الوصف اول شي رح ناخد هاده الرقصة اوكي نسوي له التزويد رح ناخد البربر الاسطوري رح ناخد كمان هاد السكن الاسطوري يا حبيبي ما رح نفتحه ورح نخليه في الخزنة مشان بس نخلص الحرق رح نفتح كل شي مع بعض رح ناخد هاد الكتاب ونسويه حسنا وندخل لمكان الكتاب وندخل هون اوكي تم حل القفل لو تلغط هيك يا حبيبي رح تلقى انه عندك الان فتحت اول صفحة اوكي شكرني غارينا صارت عندي حقيبة الانفجار هادي تغير لونه من الاحمر للازرق لازم يكون عندي توكن 20 توكن بس مشان افتحه القنبله الكتاب هو اللي رح يفتح لك هاد المكان فهمتوني كيف يعني الكتاب رح يساعدك كثير الان موضوع الاكواد خلصنا وجبنا اخدنا تم الحصول على كل شي 5000 جوهر متجر التخفيضات بما تعرفوا فري فاير نزلت متجر الغامض انقر هنا يا حبيبي لسه لحد الان يا شباب ما شاهف نسبة حظه لسه كون شوف نسبة حظه يا رب تكون نسبة اسطورية اوكي ماشي 87% او شت هذا احسن حظ بمعنى الكلمة اوكي تقريبا 90% كلمة شباب رح نشتري كل شي مو بمعنى الكلمة بأتم معنى الكلمة ورح نخلي ولا شي في مجر التخفيضات رح نجيب هاد الكاتانا نسوي له اوكي ثويد بعدين نشوف الاشياء الاسطورية رح نجيب هاد الثلجة الزرقاء نسوي له تزويد ما عنده ولا شي ما عنده ولا شي ما نكري رح نجيب شارط الفاير باس بستين جوهره رح نجيب كل الرومات وكي 162 جوهره يلا ما فيش اسكال رح نشتري كل شي توقن تابع الايبادة وهاد توقن تابع الايبادة رح نحتاجها مشال نفتح هذه الاغراض اللي فرجيتكم على هيك رح نشتريهم كلهم الضيمد رويل رح اشتريهم كلهم كل اللفات تبع الضيمد رويل رح احرقهم رح اشتري كل شي كل شي كل شي كل شي من الاخر راح اشوف اذا السلاع عنده ولا ما عنده بخير رح أشتري كل شيء هنا بخير 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 شراء بخير بإيجاد بـ 78 جوهر شكر بخير اوكي صارت معنا الرقصة هاد الرقصة كمان ما عندو راح نجيبها وهاد الكاتونا ما عندو راح نجيبو نسوي له التزويد يلا نجيب بطاقة بتغيير الاسم خمس مرات حتى يغير اسبوع وقت ما حب بطاقة حرق الاسلحة شباب تبع المكينة راح نجيبهم كلهم ماكس بطاقة الحاضنة راح نجيبهم ماكس الـ EMP راح نجيبهم ماكس كل شي ماكس الـ Amphora 1 راح نجيبهم ماكس اوكي بقي لي بس يعني اسلحة مطورة بقي لي هاد الصندوق ما عندو هذا السكن و راح نجيبو ماكس كل شي ماكس كل شي ماكس من الاخر الاسلحة مطورة شباب ما في داني انو نجيب التوكل لانه هو اصلاً ما عندو الاسلحة مطورة شيراء السكن الرئيسي اوكي صار معنا السكن الرئيسي صرفنا 2500 جوارة بس يشبت كتير اشياء اسطورية راح نروحي شباب الان للحاضينات هاد الان ما كنتب الحاضينات راح حاول انو نحرق اكبر عدد ممكن منه الارنب برجع اللعبة هو ما عندو الارنب للولد ولا البنت راح نحاول انو نجيبو الولد هدا اهم شي اوكي فلنبدأ الحرق عشرة مئتن وخمسون جوارة يا رب يطلع له بسرعة الشباب مشان نستغل الجوار راح نحاول انو نستغل اكبر عدد ممكن من جوار وطلع له شباب الجاكيت بس تباحات السكن و بالرأس تباحات السكن اسطوري يا رب الارنب يا شباب dile اع godt اوه شد عجب الكرام انو الكبرام عضي مكلفه غاب 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 واف اهم غاب انو الزال اصمر حتى تبني لصباح حبيبا لماذا طلعت الأرنب الرئيسي لم أعرف حرق نريد الأرنب يجب طلعت الأرنب بالرغم من أجل السلد أنا لا أعرف بس والله يا شباب هاد الان بي فورتي تعتبر من اقوى الان بي فورتي اوكا كافو الريسكو مائتن وخمسون طلع السروال يا شباب لم يصعد معنا شوفوك جبت كثير اشياء اسطورية في هاد اللاكي بس ما رضي يجينا الارنب رضيش ايو الارنب ايضا حرق عندي احساس انه راح يصعد في هاد اللفات شباب عندي احساسيك قاعد اتواصل في الحرق طلع لي حداء يا اخي وش اسوي بالحداء نريده ارنب الكامل حرق طلع لي حداء مرة ثانية طلع لي شاكيت طلعوا لي كل الاشياء معدل ارنب شوف الاشياء طلعت معدل ارنب الرأس تبا حد السكل احسن اشياء بالنسب لي ما طلعت بس سكن البنت كمان اسطوري شباب هاد الابيض بس هو اكيد ما يلعب شخصية البنت لالسكو اخر لفة باخر لفة يا شباب اخر لفة صعد معنا الارنب الاسطوري كفو 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 اوكي طلع معنا هذا الرأس باخر لفة صعد معنا اسكن بقيني مئة وعبعين وخمسين جوهرة مبضل انه راح جيب لي هاد السكن شباب المطور تبع البربر لهيك سنو يحاول ان نحرق مستحيل راح يجي واستحيل مستحيل راح يجي يا حبيبي لفة خمس جوهر ايلا 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 تسع جوهر طلع معنا بربر مباشرة بدون نقاش والله ما كنتم تصور والله ما كنتم تصور انا راح يطلع تسع جوهر تسع جوهر من الاخر طلع البربر ايزي اه اوكي راح ناخد هاد الشي لسه ما جاب هاد السكنات في الضيمد رويل وعندنا 28 لفة لسكاو 10 والله حض جدا اسطوري حض جدا اسطوري بمعنى الكلمة حض يا شباب الى حد الان ما في شيء خادنا الى حد الان كل شيء جيبنا اي شيء بدنا نجيب ورح يطلع معنا اي شيء الى حد الان والله يا شباب حض اسطوري بمعنى شوفوا شباب حد الشرق الجزار طلع معنا 10 لفات شفتوا وش طلع فيها شفتوا 10 لفات وش طلع فيها يا شباب شفتوا كل اغراضي طلعت فيه 10 لفات بس كنين الرئيسيين اثنين كمان اسطورية شوفوا وش طلع فيه 10 لفات بس سويت لهم فتحة يا شباب بالخطأ شباب كنت بدي افتحها مكلياتهم من دفعة واحد رح نخليلوا اللفات رح نخليلوا 20 لفة 10 لفات بس يا شباب حرق غير طبيعي ما طلع ما طلع رح يطلع يعني رح يطلع رح تشوف رح يطلع يا شباب رح يطلع رح يطلع طلع ذهبي رح يطلع رح يطلع حد غير طبيعي والله لا 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 ما طلع دهبي بالقنبلة لا 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 ضلع دربتوا بعين يا شباب محد دوسية 20 لفة وعندنا 4 حجرات رح يحتاج فقط مخطط واحد ولا اثنين مخططات رح يجيب سكنا استواري ولا بخطط واحد رح يجيب اسكنا اسطاري كمان لاتس جو خمسة ايزي يا حزيزي خمسة 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 والله يا شباب والله حدو غير طبيعي والله حدو غير طبيعي يا شباب في كل شي كل شي كل شي كل شي زبط معنا بعد ما كنت الاسلحة كل شي زبط معنا كل شي زبط معنا والله كل شي زبط معنا راح نجيب السكنة الاخضر والله كل شي زبط معنا في معنى الكريمة طبعا اوكي راح ندخل الى الخزنا اهم شي Kontakt راح نشوف كل شي تم تلك السكنات متناخية من هك بالضيئة ميحقي الأشياء اللي جيبتها جيبت هذا الشعر والват، وهذا الشعر، وهذا الشعر كمان ما، جيبت هذي وهذه والاaku اوكي الولد هيك جيبت الجواكيتة الاسكنات اللي افتحتم واللي الجيتم باللف السروان هذو همكن شباب حتى الشرطة تبع الجزار اوكي راح نشوف الاشياء اللي جبتا هون جبت الحقيبة هذه الاسطورية تغير اللون تبع الابادة اوكي وكمان جبت شباب هذا الشي اللي ينزل به الغريطة جبت هذا الرقصة الجديدة يا شباب تبع الاكويت جبت هذا الرقصة وجبت هذا الرقصة ثلاث رقصات شباب جبتهم جديدة الاخرى شوفوا شباب في كتير لفات لسه خليت لهم بها بالحسب هذا اهم شي كمان في خمس بطاقات تغير الاسم يعني راح يغير اسمه مثل ما يحبهو ما عندي اشكال راح نروح للسناديق السناديق التوكن هاد تبع الايبادة راح ينفعونا بالبعدين راح تفهموش راح نسوي بيهم راح نفتحهم بكلهم شوفوا السناديق اللي جبتها يا شباب جبت له كثير سناديق بحسابه راح نفتحهم كلهم بطريقة سريعة يلا يلا بسرعة بسرعة حرق 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 حطوا اسطوري حطوا اسطوري كل شي راح يطلع كل شي كل شي راح يطلع ما راح اشوف ما راح اشوف خلص خلص ما راح اشوف راح يطلع كل السكن راح طلع كل السكن بما انه طلع السكنر هذا السلاح راح اخلي له هذا كمان راح يطلع كله اكيد من الاخر من الاخر اذا طلع السكنر يعني طلع كل شي طلع كل شي طلع كل شي خلص خلص طلع كل شي شوفوا السكنر كم طلع مع البداية طلع كل شي اوكي هاد بقي له بس الشعر جسا ما جاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى مجرد تخبيضات دقيقة نشوفوا شباب بالكتاب تبع الإبادة بل ما انه جبنا التوكن هنا وقت فلنحرق حدث الإبادة رح نفتح هذا الشي بالتوكن تخيروا بس يا شباب 20 صندوق توكن يعني رح يجيبك كثير أغراض أسطورية لهيك الكود تبع كتاب الإبادة كمان أسطوري هتفتح كمان هذا الشي هتكون عندك فرصة انك تفتح كثير أشياء دروب لي غير اللون حتى الثلجة صارت معنا شوفوا باللبض حتى الثلجة بخمسة وستين توكن حسنا تزويت دعشبكم المقطع لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناة تقولوا لي شو رأيكم في حط هذا الإنزلان في التعليقات لأنه حطه غير طبيعي بمعنى الكلمة انا مسوي بث مباشر لتثبيق البيجولايف رح تلقوا ربط البث في صندوق الوصف قاعد أوزع أكواد على المتابعين وكذا لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناة ونشوفكم بالمقطع القادم انا رحت